طيب أنا برضو لو تسمحيني عايزة دخل مجموعة أسئلة وصلت لنا من المشاهدين منهم سؤال من الأستاذة من الدالي بتقول صباح الخير على حضراتكم هل فيه تحاليل معينة مفروض الشخص يعملها قبل ما ياخد المكملات الغذائية؟ التحاليل معينة قبل ما ياخد طبعاً ألب مولتي فيت أنا مش محتاج معها تحاليل لأنه زي ما قلت التركيز بسيطة طبعاً نقدر نعمل التحاليل بتاعتنا التحاليل الدورية نعملها ولو عايزة أعمل تحاليل للفيتامينات نعملها بس أكيد أكيد لو أنا ما بخدش فيتامينز هنلاقي عندنا ديستركشن أو عندنا الليفل قليل في الفيتامينز ألب مولتي فيت حتى لو التحاليل بتاعت الفيتامينات بتاعتي كويسة بقدر أخده لأن اللي فيه ووتر صوليبل اللي فيه ما بتخزنش في الخلايا الاكسيد منه بينزل فأنا ما عنديش مشكلة أن أنا أخد ألب مولتي فيت حتى لو ما عملتش تحاليل للفيتامينات جميل طيب الأستاذة شيرين علي كل سنة ونطيبين كنت عايزة أسأل دكتورة دينا بما أننا داخلين على رمضان والصيام فإزاي أحافظ على نظارة بشرتي وصحة شعري وإيه هي الفيتامينز اللي لازم أدعمها من خلال أكل بحافظ على نظارة بشرتي وصحة شعري طبعاً بعد الفلطر أشرب ماي كويس قوي أفضل أشرب ماي لغاية الصحور عشان معرضش جسمي للجفاف وقبل منام بحط الترتيب بتاعي مهمة قوي سواء للبشرة مهمة جداً وأقدر أخد ألب مولتي فيت هيبداعم قوي لإحتواءه على فيتامين سي لإحتواءه على فيتامين بي 12 مهمة قوي للبشرة يعني فيتامين بي مهمة لتكوين خلايا الدم فبشرتي مش هتبقى صفرة مهمة كترتيب لأنه مرتب عالي جداً فنقدر نستخدم طبعاً هو كمان هنا بيورينا أن قلب مولتي فيت داخله بيوتين اللي هو فيتامين بي 7 زي ما أنا قلت لصحة وجمال متكاملين متكاملين للبشرة والشعر والأضافر الستات بيتعبوا يعني في العناية بس بتفاصيل كتير إحنا كانت جالة مش وقتين بالنها من وجودها أساسي مهمة مش سهلة للستات لا 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 مهمة يعني عايزين احنا على طول مهما كبرنا في السن يعني كل الستات مثلاً ماشي العشينات وتراتينات أربعينات نبتدي نخش في الأربعينات نبتدي لا عايزين نحافظ أكتر لأن احنا كل ما بنكبر كل ما الفيتامينات عندي بتقل ولو أنا ما حافظتش شكلي هيبوز بدري بدري